دلوقتي حد بيتفرج علينا وبنت بتعيني من النحافة طبعاً بنشوف بقى وصفات على السوشيال ميديا رهيبة ومرعبة مرعبة فعلاً يعني أنا سعب أستغرب إحنا التركيبة دي مين قاعد فكر عملها يعني عبقال حي لازاي بالضبط التركيبات بتاعت إن إحنا فقدت كرش وكبري إيه بالمشاريب طبعاً المعروف اللمون يعني هو ما اللمون اللمون والجنزبيل على قرفة على أي حاجة سبايسي عينسي في الكرش بالضبط كده طب إيه بقى الخياني قول الرشدة الصح لحد عايز يزيد وزنه شوية طيب مبدئياً كده بدأت بدأت تمالي على طول بحارب معاكم القصة دي إن الأدوية لأن فيه ناس كتيرة جداً 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 بياخدوا كورتيزون مثلاً عشان فيه داكاترة بتدي كده أو البنات من نفسهم عشان ينفش فوشها هيرض بفضل طبعاً دي معروفة جداً 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 في النحافة كورتيزون في الدواء يعني لي أصدار جانباتك تخيالي إن إحنا في العادة ما بنروح لدكتور يدينا كورتيزون بنبقى خايفين ناخدهو عليك كتير جداً من الدكاترة أنا بقول لي ما عندهاش ضمير بتدي كورتيزون عشان الناس تدخل لغاية دلوقتي ما فيش دواء يفتح الشهية يعني بقى فيه ماديسنز أو أدوية تسد الشهية أدوية طبية وليلة زي ما قلنا وتحت استشارة طبيب ما حدش من الإنترنت ما حدش صاحبتي بتاخد أخط في النحافة ما فيش لغاية دلوقتي كان فيه أدوية وتسحبت لأنها طلعت لها أضرار على المخ وعلى أعضاء كتيرة في الجسم فمبدئياً كده بأكد إن ما فيش أدوية بتفتح النفس بتفتح الشهية كان فيه وحنا أطفال أنا فاكرة كان فيه فواتح شهية كان فيه وتسحبت كلها عشان طلع لها أدرار فكلها دلوقتي تسحبت لأنني ما كنت حقيقة يعني الأدوية دي كنت تعيش عليها أنا صغيرة دي فعلاً كانت موجودة فعلاً من سنين وزي ما بنقول الطب تمالي متجدداً ما بيلقوا دواء شكده بإسمه دواء طبي لأن هما بيبحثوا في الأعراض طبعاً وبيشوفوا الصايد إفاكت ما بينزل شريحة كبيرة من الناس فهو أنصوا لقوا أنه لو أعراض من قد تهدد الصحة بيتسحب فهو لو أعراض بتهدد الصحة فما فيش دواء بيفتح النفس دي معلومة مهمة جداً الناس لازم تعرفها لازم نبتدي بالأكل اللي مش عايز يروح لطبيب فيه ناس بتحب تبقى متابعة علشان تبقى ماشي على نهج صحة فتزيد بسرعة صحية فيه ناس ممكن تعملها في البيت سهلة جداً بس برضو التنويه المهمة جداً اللي عايز أقوله للناس مش معنى أن أنا عايز أدخن أن أنا أكل أكل غلط لأنه برضو بدر جسمي برضو بقلل منعتي وحزيد في الكتلة الدهنية ومش حزيد في الكتلة العضلية المهمة جداً من الناس اللي عندنا حافة بننصحهم على طول أنهم يزودوا كمان الكتلة العضلية ودي بتمارين المقاوة يعني مش جارية مثلاً تمارين حتى في البيت يعني إذا استم مايا كده تقال ممكن نعمل بيهم حاجات زي البوش أبس يعني ممكن تمارين في البيت تمارين مقاومة تطلع من على اليوتيوب ما فيش أي مشكلة مش لازم نكلف نفسنا نروح جم حتى الستات أو البرات اللي ما عندهم شوق فالرياضة مهم جداً الرياضة كتزويت كتلة عضلية أكتر من حرب وإن إحنا نبتدي بسمول فريكنت ميلز يعني إيه واجبات صغيرة متعددة يعني نبتدي نقسم واجباتنا كل ساعتين ثلاثة لازم ناخد حاجة حاجة صحية يعني مش هنمنحهم أنهم يأكلوا الأكل الغلط بس إزاي ما قلنا القاعدة في الضعي التمانين وعشرين بأكل تمانين في الماء صح وعشرين ممكن أكل حاجات غلط في النحافة نفس القصة تمانين وعشرين برضو لإن إحنا بنتكلم على الصحة نتكلمش على الوزن دلوقتي فدي مهمة جدا فمش حاكل بطاطس محمرة مش حاكل جانج فود مش حاكل الحاجات المعلبة الحاجات اللي هي البسكوتات والحاجات المالية لدهون هتزودني دهون مش صحية فهتضر جسمي هتعلي الكولسترول هتعملي كابت دهني فهتعني مشاكل تانية كتيرة جدا فلازم نركز على الأكل الصحي سمول فريكنت ميلز أزود واجباتي بالتدريك بكل ست معلق رز يبتدو يبقوا تمانية يبتدو يبقوا عشرة أسمهم أسبوع عشرة سيئة وابتدي أزود الكالوريز الصحية في الوجب يعني عامل صلطة بحط زيت مثلا أحط زيت شوية سوداني شوية أي مكسرات عندي شوية زبيب شوية فاكه مجففة أقطع طفاحة على الصلطة أقطع أي فاكهة عندي أحط جبنة كده نفس طبق الصلطة اللي حجمه قد كده ده سما كانت ديني 150 صعر ممكن يديني 300 صعر وبحاجات صحية دهون صحية وقالياف وفيتامينات ومعادن وممكن جدا كمان نعمل تمالي اللي عندهم نحافظ ومش قادرين يأكلوا بس الشرب أسهل فالشيكس أو المشاريع مبدئيا حنبدل القهوة والشيك كتير لأنه بيسدوا النفس وبيزودوا الحرق والصودع للمياه الغازية بعصاير وعصاير طبيعية مش المحفوظة لأن المحفوظة ماء بسكر بس فأنا ما استفدتش حاجة ومواد حفظة وحاجات كده فعصاير طبيعية كوكتيلات نحط فيها عسل مثلا شوفين أفوكادو الحاجات اللي ممكن تديني طاقة أكبر بنفس الكمية فما تتعبنيش أخلط موز بلبن كامل الدسم بشوية عسل بمعلقتين شوفين أو معلقتين مثلا زفدت فول سوداني أو أضرب مكسرات معاهم حبة سوداني عندي حبة زبيب بيطلع كوكتيل طعمه طحفة والشرب أسهل يعني لو بنتي أو ابني أو حتى ست أو راجل وشربنا بتبقى الموضوع أسهل كتير فالشيكس أو الميال أو السابليمان زي ما نبدو المكمل الغذائي في صورة وجبة بتحل كمان في الوجبات الصغيرة المتعددة فدي كمان مهم جدا نبعد عن شرب المياه وقت الأكل أو قبل الأكل على طول نحن تقالي بنقول كده للناس اللي عايزة تخص يشربوا مياه قبل الأكل على طول فاللي عايزة يزيد في الوز يشرب شوية بعيدة عن الوجبات عشان ما يملاش بطنه فحنركز في الرياضة هنبعد عن الأدوية تماما هناخد بداية الغذائية في صورة شيكس أو كوكتيلات صحية هنقسم واجبتنا ونبتدي نزوده بالتدريج لو عملنا الستابس دي زي ما قلنا زيادة الوزن بتاخد وقت أكتر شوية فتح النفس بياخد وقت أكتر لكن سد النفس أسبوع أسبوعين نفسي بتتسد لما أنسى الأكل الغلط ترجمة نانسي قنقر